القطاع الرياضي الوطني نعم وذلك بفضل الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي يوليها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للرياضة والرياضيين وذلك للنهوض بالرياضة الوطنية التي تعزز مكانة البحرين على خريطة الرياضة العالمية تولي مملكة البحرين اهتمام كبيرا بدعم وتنفكين الشباب وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية وتعزز مشاركتهم الإيجابية في شتى مناحي الحياة إيمانا بكونهم الثروة الحقيقية للوطني وركزة البناء والأمن والاستقرار والتقدم الحضاري والتنمية المستدامة تشهد الحركة الرياضية البحرينية تقدما كبيرا في سلم التطور الرياضي العالمي بفضل الاهتمام الكبير واللا محدود من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والذي وضع اللبنات الأساسيات للرياضة البحرينية في سبيل تقيق الإنجازات التي تؤكد أن الرياضة البحرينية باتت أكثر تطورا ونموا من الناحية الفنية والإدارية وباتت اليوم الرياضة البحرينية في مصاف الدول المتقدمة بفضل الجهود الوطنية المخلصة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأحبال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبدعم من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تنشيط الحركة الرياضية في مملكة البحرين وحرصهما على تعزيز الإنجازات الوطنية على طريق العالمية ما جعلها عاصمة الشباب والرياضة بالإضافة إلى تقديم المبادرات الخلاقة والملهمة التي أبرزت جهود أبناء الوطن وإمكاناتهم في مختلف المجلات الرياضية والشبابية وأساهمت في تحقيق التمييز والإنجازات بما يحقق التنمية لهذا القطاع الحيوي كما وتنظي مملكة البحرين تبوئها المراتب المتقدمة في خارطة الرياضة العالمية وذلك من خلال سن العديد من التشريعات والقوانين التي تمثل نقلة نوعية بارزة في العملية التطويرية للقطاع الرياضي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الرياضي ومتابعة إنشاءه وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بمواصفات عالمية وفتح الأفاق أمام أكثر من 150 ألف شاب وفتاة لممارسة مواهبهم وهوياتهم في 35 مركزا شبابيا و52 ناديا وطنيا بخلاف المراكز النموذجية في مملكة البحرين